السلام عليكم كل عام واندهير فيما يتعلق بما يسمى خروج صاروخ صيني عن السيطرة واحتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان أعتقد أن وسائل الإعلام الغربية التي تروج لهذا الخبر سخيفة وتنقصها الثقافة في المعارف العامة ما هو إلا تضخيم وإعلامي سياسي ففي دعاية الإعلام الغربي يدور حطام الصاروخ الصيني بسرعة 27 ألف كيلومتر في ساعة وهو من أكبر قطع الحطام الفضائي غير المتحكم فيها ولا يعرف مكان سقوطه يا لهم مبالغة في الحقيقة تم حساب مسار رحلة حطام الصاروخ الصيني بعناية فائقة وعادة ما تكون نقطة هبوطه في مقبرة المركبات الفضائية المعروفة باسم المندقة غير المأهولة في جنوب المحيط الهادئ بنسبة إلى الذين يمتلكون معرفة عامة عن إطلاق الصاروخ الحامل من المعروف أنه هناك حطام الصاروخ بعد إتمام مهمة الإرسال سيعود إلى الأرض سواء كان الصاروخ الصينيا أو أمريكيا أو روسيا أو يابانيا أو أوروبيا منذ إطلاق البشرية أول الصاروخ قبل أكثر من ستين عاما لم تحدث أي حالة من إصابة الناس بحطام الصاروخ حطام الصاروخ الصيني Long March 5B الذي يهبط الآن وزنه غير كبير وسيستمر وزنه في تناقص بعد إطلاق الوقود المتبقي والغازات عالية الضغط فيه إضافة إلى ذلك هذا الحطام رقيق الجلد مسنوع من سبائك الألمانيوم سيحترق بسهولة في الغلاف الجوي مما يشكل خطرا بعيدا للغاية على الناس أود أن أقول لكم إن التضخيم الإعلامي الغربية لحطام الصاروخ الصيني قد حول أنظار الناس بعيدا عن القيمة الحقيقية لإطلاق الصاروخ الصيني Long March 5B يبلغ طوله 53.7 متر وتبلغ كتلة الإقلاع نحو 838 طن والقدرة الاستيعابية للمدار القريب من الأرض أكثر من 22 طن ورمز نجاح مهمة الإطلاق في 29 أبري الماضي إلى أن الصين قد دخلت مرحلة التنفيذ لبناء محطتها الفضائية CSS ترجمة نانسي قنقر